وصلنا إلى آخر فقرة في صباح العربية لليوم وتبدأ المصممة اللبنانية هلم غبغب في تصميم أدوات منزلية من الفضيات والنحاسيات التي تطفي أناقة ورقيا بشكل عام على ديكور المنزل وترسم غبغب على فناجين القهوة إلى أواني الطهي والبوفي وغيرها ترسم بيوتها بيروت القديمة بهدف إعادة إحيائها هلم غبغب المصممة اللبنانية تنظم إلينا هنا في الستوديو صباح الخير سعد صباحك صحيح اليوم نرى بعض الأمور المألوفة ولكن الجديد هو الرسم وتحويل القدر هذا إلى حافظ الطعام وليس قدر للطبخ صح؟ مزبوط هذا اللي فهمت اليوم خلينا نبدأ من القدر الصغير أنا أحب يد يلا عشانك والله على قدي يلا شيني هيدا هيدا الموديل ما هو الجديد؟ أول شي هيدا موديل التنجرة الأديمة طبع ستة يعني هيدا الموديل بس عملناه شوي موديل مودرنيزة شوي بجديد رسمنا عليه رسمت عليه تيكون حلو على الصفرة يدى الناس تحس غيرت شوي بالتقديم طبع التاولة عندها بنحط في الأكل سخن أو مثل أعفول بليلة للحموس ما يروح الرسم يعني الرسم ما بيروح للمعادن ويتغسل فيه الماء وبنحط فيه سخن ما بيصر له شيء تودويس سبيسيال يعني منتج مخصوص مخصوص تحجر بحر بالعربي فيه فنقين أهوة كمان طبعا يعني جرت أعمل تشكيلة كاملة طبعا إذا حاب يغير ببيته التقديم تبعه يكون يدال مبسوط ويدال أساس مهدومة يعني فيه ألوان معينة أشياء بتاتي بينا أنا الحقيقة هلأ أخدت التام شوي الألوان الفرحة الألوان النخشة شوي تعطينا فرح شوي على بيوتنا هيدو البيوت اللبنانية بيوت الجبل طبعا مع سنوبر إذا بتطلع الشجر السنوبر ورا كمان فيه فنجين القهوة فنجين شاي فنجين شفين يعني إدخال الحياة على الكوب الجامد أو القدر هذا الجامد خليني أسأل بأنه اليوم عملية الجمالية أيضا يعني يمكن ربة البيت أو من يريد أن يستخدم هذا بحاجة إلى أنه يستخدمها ليستفيد طبعا اليوم أنا قاعد أشوف أنه في قدر ثاني داخله طبعا ليش؟ هلأ عندي سببين أول شي فيه واحد مثلا يحط من تحت تحط الرز الست من فوق بتحط الجيج الكاري الملوخية وتأفر حتى معه أو إذا بدأ يضل سخن فيها تحت ميت السخنة تحت وتحط التبخة فوق تبقى سخنة كله يعني كحافظة كحافظة أو كسخان أيضا يتحول إلى سخان وليس فقط كقدر للتقديم للتقديم حلو بالنسبة للديكور الموجود للشموع أو للورود؟ يعني اللي عندي قطع كمان للديكور وللبيت هاي دي باريك هاي دي بتحطيها الشمع وإذا ألبتها بتشكيها بتشكي فيها الورود بيصير حلو أنا بحب لستفيد من الغرض اللي بتاخده وتمبصت فيه يعني يعني مسكر من هذه الجهة للشمع ومفتوح إلى طوئب يعني إلى الداخل إلى آخر شيء للورود تحطي من الورود محطوط ينحط فيه وقتين ومثابتة ومستقيمة حلو جيد الهند ميت كمان أرسل عندي تم العصافير هيدا تم قديم عندي وبحبه كثير البوكسز الجارز هيدا للكيك للحلو مع الغطة طبعها الشبك حتى يكون تحمية من الحشرات أو نحنا كثير من نعمل ريسايكلين كمان هالأيام العالم كله على الريسايكلين كل شي ما عاد نستعملنيها أو قديمة من نرجع من دوبة من صبتة ومنعمل من نجل زيني إعادة تدوير لي إعادة تدوير لي جيد جيد طيب أنا أنا اللي عجبني هذا لأنه في سفر أه أصدنا مشتقين للسفر هيدا للباسبور ريسمي على البيوت اللبنانية والأرزي من ورق كمانا يلي بتضل بقلبنا إن الله راد وواحد بيخدها معه وين ما بيروح طب هاي أنا يعني ما فهمتهاش اي فكرتها هاي في بقلبها سحن الزيز طب هاي بيجي قلبها بتحتي فيها تحت تحت ماء حالي نفهمهم أزيز وبتحتي هون ماء بعدين بتحتي السحن لأزيز وتحتيها بالفريزر بيتلج بتحتي فيك تحتي البوزة تحتي السلطة إذا بدك شيني شيني للمسقعة لولا لجنينة للبوفي او ممكن ممكن الذوبة فيها الشوكولاتة لا بجيب لك واحدة للشوكولاتة خصوصة ماري قادفتي بس أنا حمام الشوكولاتة طيب أخيرا معنا دقيقة قوليلي على هاي آخر قطعة هاي دي بريزنتيشن كمان على التاولة واحد بيحت فيها مكسرات التمر الجوز أو نيس كافي والسكر كمان هندماد كل شي عندي هندماد يعني كل ييتو تصميمنا وشغلنا نحطها كقطعة للديكور هي للديكور وللمكسرات كمان أو للشوكولات دعني بس أقول لكم في تحت جذور ستي احنا سنقول يدتي يدتي فهذه الجذور القديمة بس هاي مو نحاس لا فيه ألومنيوم وفيه نحاس نحاس بقلبه بيكون فيه صحن تاني لأنه بالنحاس تسنات سيف أبدا واحد يحط أكل جواته بيكون فيه انسرت جوه حتى يقدر وفيه بيركب شمعة تحته تيضل سخن الأكل كل السفرة وهيدا كمان عندي منه نجاتات كبيرة وأكبر تلا الورق عناب للقوزة أو شو ما كان بيكون سخان تحته يعطيك ألف عافية هلا شكرا جزيلا على وجودك معنا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك